اشتركوا في القناة لا والله شيكي خمم خمم بكل سيناكيرا عبدو انت تعرضتلي فترة من الفترات لحالة نفسية صعبة وزرت فيها حتى الطبيب نفسي شن سببت مش هي مش حالة نفسية هي صدمة صدمة قترت فيها شوية وفاة بوي رحمة الله فلانه هو ممكن اول شخص زي ما تقولي في حياتي كلها هو اللي توفق يعني مش مقابلني قبل حد خارج حد قبل بالضبط نهائيا فالفترة اللي بعدها شوية مش مستوعب مش فاهم كيف قعدت هلبا موسوس عرفتي قعدت موسوس بشكل مش طبيعي بكل نتخيل في اللي اللي معاي كلهم في اي لحظة حد بيموتوا توفى بشكل مفاجئ عرفتي فحتى مثلا امي تطلع مثلا تبي تمشي تشري حاجة من المحل ولا هيكي تعطل شوية طول اني نتخيل الموت اختي تمشي للجامعة تعطل شوية طول انتخيل الموت فركبتني حالة وسواس زي الوسواس القهري عرفتي رعب فموكن هاد علاش مشت مشت شفت يعني دكتور ووكي بخصوص الموضوع هاد ان شاء الله ربي يا رحمه يغفر له ان شاء الله قداش قعدت تراجع في الطبيب كم فترة لا مشت لها مرة واحدة بس وما اقتنعتش أصلا بيه الطبيب فما حسيتش انه هو دار لي حل علاش شنجلك يعني كيف بنقولك وصف لي ادواء والدواء ما حسيتها زالت خوفني عرفتي فحسيتها ممشاش معاي وننخاف منها الأدوية الأدوية العصبية والحاجاتها نتمنى اني نطيح في استشاري زي ما تقولي يجعمز يديلي غسيل مخ يقنعني بالكلام افضل من اني ناخد عقار مثلا اني اترفية مرة يصير لي عليها ادمان مثلا يعني فاني تمنيت اني في سنة هادي هادي سنة 2014 ربي يرحم والدك ان شاء الله ويغفر له باحي انت من النوعية الأشخاص اللي تحب تقعد في الضلام بروحها ولا اي توم الضايقة انا حاليا الأدواء ما تحبش تكون تحت الأدواء ما نعرفش علاش اي الضلام الحقيقي رغم انك انت اخترت مجال مجباري نحن نكونوا تحت الأدواء دائما صح اي لكن لا في حياتي الخاصة نحب الضام هلبا ونحب دي ما تضيي مسكر في الحوش كله يعني ونحب نقعد بروحي ما نعرفش علاش للأسف ما نعرفش السبب نحبها وما نعرفش السبب الموضوع هذا ممكن لاني نيل نحب حتى نقعد بروحي لان لما تبدأ جنبي زحمة تتشتت أفكارك مش تتشتت أفكاري ما نديرش فيه تمرة كويسا لاحظ في ان اغلب الوقت يمشي في التدريز وفي الدواء وفي كذا وفي كذا لكن لما بدأ بروحي نقدر نخدم خطنتي صح نقدر كان عندي موضوع مثلا فعلا نحفظ صح شكرا الضيافة وسطت يعطيك الصحة شايفنا شون هادا شايف عصير رومان يعطيك الصحة شكرا للي أنا أعطي رايب صراحة شكرا اليوم حتى أنا كيف كنت بنعطيك به به اه احسابت أنت لي رأس لا لا شكرا 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 بنشرب حتى ناني بسم الله رحمة شنو لديد بسم الله رحمة صراحة أحسن من اللي بيع فيه في المطعم أنا معدي شتقة فيه بله سيدي لديد لديد بصراحة لديك صحة صحة ماذا؟ ماذا؟ ليه معقليم دمي بح يلا انت يعطيك الصحة شايف بصراحة عصفورة طبعا عندي عصفورة أنا دائما تقوللي في المعلومات وتقوللي فيها يعني وقت طول في الحلقة فتوت وش وش فيها وقالتلي إنك درست بثلاث سنوات وبعدين ندمت ما فيش يعني ليش ندمت حاجة حلوة الطب أنا ما ندمتش لا ما ندمتش ضعوا من عمري ثلاثة سنين وخلاص من غيرنا ده ليش؟ قبل عكس استفتت شوية أناش إني والله ما نيش عارف أن الموضوع أني نيني اكتشف في نفسي صار لي متأخر جدا لاحظي في الموسيقى وفي الطب بعد ما خشيت توردت ثلاثة سنين اكتشفت أني نيمن والله ليش كجراية الطب إنه هو مثلا صعب الجراية كلها صعبة على فكرة الموسيقى صعبة الطب صعبة كلها صعبة لكن أنا عندي فوبيا من الدم ومن الحاجات هي عرفتي يعني حتى لما يدبحوا الخروف متاع العيد مثلا في العيد مستحيلا نحضر الموقف هداك متاع الخروف لين يكملوا وديروا كل شيء وبعدا نمشي نعاموا في حاجاتها لدي رسلاتها مثلا زي التوبة مثلا فأني عندي فوبيا من الحاجات فلقات الطب كلها جتت وكلها في الكلية أعظامة متاع بشر حقيقي صحيح وأعضاء حقيقية متاع لو أحد فنيم ما هي أنت من الأول عرفها إنها لا ما نعرفش لما طلعت من التنوي إن حسابة روحي حنتعود ديما الإنسان مرات يخش في حاجة معينة ويتعود عرفتي لكن لقيت روحي لما تعودتش زاد الموضوع يتفاقم عندي الفوبيا فعلا هو فيه طبيب مشهور كان يعالج الطبيب نفسي كان يعالج في الأشخاص اللي عندهم فوبيا مثلا في الي عندهم فوبيا من الأماكن العالية بالضبط في الي عندهم فوبيا من النار في الي عند presence من الدم كيف كان يعالج في الحالة هذه إنه متلا الأماكن العالية يجيبها ويحطها في أمكان عالي اللي من نار يؤ 싶ا أيها يعالج فيهم بنفس الفوبيا اللي عندها فإنتا نفس الفكرة حسيتك ككي قلت خانا نخخش مدام أنا أخاف من ها بلكي بعدي أنتعود وكل شي وعلى فكرة الطب أنا بعد ما خشات وجرات فيه من باي أحكيلي أول يوم خشاتك شفت الأجواء جدامك شون صار لك أول شي استأت من من الوضع اللي فيه الجامعة فهمت يعني خشات أنا المفروض المفروض زي ما تقولي كلية الطب تكون كلية من أرقى الكليات المفروض تكون منظمة بشكل كبير هلبة فزي ما تقولي خشات اللي جيت مدرج مثلا يصد مثلا يصد 200 نفر تقريبا كان يصد 200 نفر ويخشوا ل 500 طالب المدرج فأنت تخايلي الزحمة هديك اللي بتكوني فيها مع مع دكتور يشرح في نهاية القاعة بالميكرافون وأغلب الدكاترة كانوا عندنا مصريين فخط طالع من التنوي وإنجليزيتي مش ممت يعني الإنجليزية بتاعنا حلينا ما نطلع من التنوي معقولة فتلجي يروحك أنت دكتور مصري يشرح لك إنجليزي صرف في الطب البشري مع الزحمة هديك ومعددوش هديك هذا أول انطباع حسيتها اصضمني لأني من النوعية اللي اللي كان بينجرة مش جوتلك نقعد بروحي باش نجرة ونركز مستحيلة نقدر نجرة ونفهمه حد جنبي أصلا تبدأ أنت جنبي حتى ما تهدرزيش واني مجعمز نجرة نبدأ نخمم فيك مرات بنهدرز ومرات بتقول لي حاجة مرات بتشتت فالوضع داك أبروح أصضمني بعدين لما خشنا في العمل بديت نشبح في الجتة قدامي عرفتي فما عاش بديت نفكر في الدكتور شين يقول بديت نفكر في هذا شين شكلها اللي قدامي كان قبل ما يموت من أما بلاد شين كان اسمه وين عائلته مفكر في حاجات مليهاش علاقة بالقراية بكل فما قدرتش ما قدرتش للأسف يعطيك الصحة إن شاء الله يحد يحب الحاجة هادي في ناس عندها زي مثلا الجزار مش يدبح في الحم وكذا فهو يحب الحاجة هادي يحب يقطع ويدبح وكذا عرفتي فالطب يحب الناس اللي تحب تفسس الجتة وتحب تمس العظام فالطب يحب الناس اللي تحب الحاجة هادي عندي هل بأصدقائي فالطب قاعدين يستمتعوا لما يبدوا في العمل في شرع الزاوية ولا في الليش اسمها بالحالات اللي تجي بالحالات اللي تجي مدائرة حادث مثلا لقد ضرر الله بعد يسوي علينا تبدأ مدير حادث وفيها كسور وفيها كده يستمتع ويدفن انه كيف يقعمز ويبقى ويصلحوا المشاكلة هي سيبي ناسها عرفتي ما يبيش واحدك وخلاص يخش لا حب ما تعمل لكي تعمل ما تحب بالضبط انت عمرك حاليا 33 سنة بطول عمرك طبعا ولحد الان ما زلت مش متزوج ولكن وان شاء الله رب يطيحك في بنت الاحلال يا رب ان شاء الله يا رب ولكن حضرتك متبني طفل عمره 10 سنوات مش متبني متكفل التبني مفيش في ليبيا صعب شوية متكفل هو 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 طفل من أصول أفريقية طبعا مش ليبي لكن مجيوب في ليبيا سنة 2010 احنا في 2020 معنا عمره 10 سنين ام ابوه توفو طول من لما هو انجاب ام ابوه حاملين لله اي ذي عرفت ايه فالباب يطلع حتى هو هكي وقعد في الطبي مقدرش يحطوه في دار رعاية لان هو عندها يعني يعتبر عنده مرض معدي عرفتي فاني اخواتي كانوا متبرعين في الطبي في حملة اسمها حملة لياجلي متاع اطفال الاورام يديرو لهم في نشاطات اخواتي رسامات فيديرو لهم في نشاطات نشاطات اجتماعية صحي بالزبط ايه فهو هذا البابي كان غادي كاي يعني كان متمنتش ان المهو طوعة دا يمفتح باش ما بيش نتأثر المهم ما بيش الحلقة تمشي نكد فهمتي انتو بتقولي تبوا تغيروا الجو هيكي سانية لما نفكر انا حبيت ان العصفورة جالتلي فحبيت ان نفهم مش مشكلة حيني حاول اني انت مالك اعصابي فاخواتي لقوه كان عمره ممكن 3 سنين في 2013 تقريبا فيعني هيكي صارت مشاكل الحربة متاع المطار لو تتفكري فيها تسك المطار وكذا في فلبينيا خطفة من الطب اللي هي كانت تعتني بها عرفتي فقعد بروحه وقعد في وضع سيء 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 فوق ما انتي تتخايلي والدولة مدارت لاش حل وفي الطب مداره لاش حل وقعد الولد يعني بيش نقولك زي القطوسة كأنه لا في من يوكل لا في من يشرب لا في من يبدل حوايج لا في من يبدل الحفاظات بتاعها مثلا والدار بتاعتها تتشبهها ربكم الله تنخلعي تقولي كيف انسان قعد عايش فيها فاحنا اخديناها من الطب من غير اجراءاته من غير الشيء اخديناها روحنا به في فترة الحرب هذيك ولما تصلحت الأوضاع مني انتو عائلتك يعني اي 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 او عائلتي هي تعتبر اختيها اي 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 بعد ما توفى ابوي طبعا عرفتي رحمة الله رحمة الله روحنا به بعدين لما تحسنت الأوضاع في الطب وكل شيء جاينا بنشوفوه لها بنشوفوه لها ممرضة زي ما تقولي تاني تعتني دي وكل شيء فهو ما جات حالة نفسية ما يبيش لما تصوري انك انت لما في العمر هذيك يعني كان عمره ثلاثة او اربع سنين لما تخطم يبيه في طريق جامعة يقعد يعيط ويخبط ويجي حالة نفسية يزبط انه هو ماشي للطب عرفتي فاحنا ما قدرناش عرفتي ان احنا وازلت نرده بعد الصدمة اللي نظامها لان لما قعد عندنا قعد في حوش قعد مع عائلة يرجد وينود في وسط اخواتي لبناط الزوز اختي من هنا اختي من هنا يرجد وفيه في النص ينود مرات في الفجر يحلم يحسا ينود يحلم يلجاهم جنبه يمشي ما يبيش يولي يرجد باش ما يحساب عرفتي لما يحلم يحساب اروحة في الطب فلما في جلجا روحة بحدها هم عاشي بيولي يرجد يقعد فائق يقعد من الفجر يقعد فائق يضرب فروحة باش ما يوليش يرجد مرة ثانية ويحساب اينا الموضوع حلم فخلاص معاش يقدرنا احنا بعد الموقف اللي صاره هو ان احنا قلبنا يعطينا ما زالت يولي ان شاء الله في ميزان حسناتكم يا رب ايه قعد عندنا طبعا انا جايب لهم ربي يا صديقة العيلة هي اللي تربي لي فيه ان شاء الله في ميزان حسناتكم يا رب ان شاء الله حسنات تلقوها في الجنة يا رب بحي انت تحب تتزوج الا من بنت ليبيا مش موافقة فكرة ان تأخد او تاخد بنت اجنابية او العكس صحيح يعني ان ولكن عندك مشكلة انت من تبيش تجيب اطفال في حد يحب يتزوج من بيش يجيب اطفال حتى الاطفال احباب الله يعني انا نحبهم مش ما نحبهم اطفال زينة لحياة الدنيا ربي قال سبحانه وتعالى المال والبانون زينة لحياة الدنيا فانت والله يبارك عنديك المال ما زل نقصك البانون لا هي مش مش انا ما نحبهمش الاطفال لو انا مثلا عندي صغار اختي وصغار اخوي نشبه فيهم كأنهم صغاري واكتر حاجة هي حلوة في الدنيا الاطفال اصلا صحيح لكن انا عندي عقدة من من كتر ما شفت بدايك بعد التورة وبعد الاحداث من كتر ما شفت اطفال تيتمو واطفال جاعو واطفال تشهردو ومريت بالحالة متعطاها اللي قاعد انا توم تكفل بيها هو فنحس في الدنيا دي ما صعبة على الصغار فهم يقعدوا في المكان اللي هم فيه اريح من انين نجيبهم وينحطوا في مسئولية الحياة مرة تانية ولكر غلط فكرتك ليهم رب كريم ليهم رب كريم يهتم بيهم اكتر حتى من اهتمامك ليهم رب كريم وحتى احناي ربي علاش احناي عايشين في الدنيا المفروض احناي الاولى الاطفال اللي موجودين هم التوى ومش لاجين من يعني يعتني بيهم ومن يربيهم هم اللي اولى علاش نزيدوا في الدنيا وفي الحياة في اطفال وهي معبية بالاطفال المتهضين الجعانين اللي مش متعلمين اللي مش قادرين المفروض المفروض احناي مثلا ابسك ميتان في بلادنا ليبيا المفروض ما عندناش دار رعاية ايتام احناي قداش فاستها نفر دار بوهريدة نمش نجيرلهم في حفلات انا مرات يصخفوا يقطعوا القلب كان كل عيلة حتى عندهم ثلاثة نفار يزيدوا نفر بس بقداش فيه طفل عندها ممكن خمسمائة طفل شوية فالمفروض ما عندناش دار رعاية ايتام باهي يجي انتوا مادام تحبوا تحبوا الاطفال باهي يخدوا يجيبوا زوز وزيدوا واحد من دار رعاية ولي ما يجيبوا شبوك يقدروا ياخدوا واحد اتنين لكن تزيدوا وتكتروا فيهم هما في نار اللي مش زي ما قلتلك ان التبني هو اساسا في الدين حرام يعني اتباهي حتى كفالة زي ما نعم داير بالطريقة هذي فالموضوع المفروض يندار لحل بالله هو من جاء يعني الكلام اللي قلتها من جاءها اني موافقاتك مية في المية ومن جاءها ضدك مية في المية ولكن لو كل شخص عنده الروح يعني الانسانية اللي عندك ويفكر في غيره ويفكر انه هو يحسن الوضع غيره ما كانش حال الدنيا حيكون هيك فتحية لك وتحية على روحك الحلوة والطيبة توا خلينا نغير شوي الأجوة عبد والحب حبيتت في حياتك اني عندي عقدة من الحب علاش ما شاء الله انت اليوم مليون عقد كل مرة يقول لي عندي عقدة الاسئلة اللي تسأليلي فيها كلها هي ما عبي بيها عقد علاش ما شاء الله الشباب توا حسيتهم كيف خدموا من بكري وموياسي قريب كان في دراما هلبة اليوم في الحلقة شبابا قريب يبقى دراما عندي عقدة علاش مرات بتجربة واحدة ومش طويلة هلبة يعني وانا كنت في فترة ما كنتش مثلا انا اهم يعني قادر نستمر في الموضوع هو لان في نهايتها لازم يكون في زواج ويعني فيه فيه ارتباط فهمتي معناها فيه بنت بترتبط بيك انا مرات بيه مرة واحدة في الظرف اللي كنت ما نقدرش نكمل انا اليوم قاعدة وانت قاعد والفرقة قاعدين والمشاهدين واليوم انا قاعدة علي دمتك اي باش انت تحكي وانا نسمع مبه لانا علي نبي نكتشف شخصيتك نبي نزيد نعرفك اكتر وحتى المشاهدين يعني فاحكيلي الاسباب والله نتمنى اتمنيت ان فيه برنامجكم فيه حدي يحلل في الشخصية فرصتي مدام لينين هدرز بصراحة مش كل جالك ما عندناش معقولة عندنا بتدخل عصفورة قلت لي خليني مجهولة يعني مجهولة الهوية ولكن فيه تحليل في الكنترول بس مش توح هتاخذ نهاية الحلقة اوكي تمام ما فيش مجهولة با نشبح في الشباب اللي هما من في عمري انا واللي عاشرتهم في فترة الدراسة وفي فترة الشغل في كل شي طبعا ما بيش نقول لك كمية في المية منهم في علاقاته ويحبوا لكن نقولي تسعين في المية نشبح فيهم قداش يتعدبوا وقداش عندهم مشاكل من قصة الحب اهيا وقداش هما مضيعين هلبة من طاقتهم اللي المفروض يقدموا ويروحهم بيها البنت والولد الزوز عرفتي يعني بجديات ينحرق وحرق على خاطر على خاطر يعني مرات مكالمات عندي كلمة يعني نقعد مع صحابي مثلا في زردة ولا مستعفرين مع بعضنا نشبح كمية المشاكل وكمية العراق وكمية الأعصاب هذه هي العلاقة ما وهذا هذا لي ما نبيش سؤالي لك سؤالي لك سؤالي لك من باك اللي أنت تقول نشبح من تجارب الأشخاص أنت تحكم على نفسك مع عمرة صعر لازم أنت تخوض التجربة مش تحكم أنت لأنك مش كل الأشخاص راهو ولا كل التجارب متشابهة ما هوني نشبح في التجارب التانية العقلانية حتى لو كان لو لو عليه كلامك أنت نفس التجارب متشابهة لكان الله سبحانه وتعالى خلقنا متشابهين ولكن خلقنا مختلفين وكل شخص لي كاركتر وكل شخص لي حياة وكل شخص لي بصمة فلذلك كيف أنت تحكم على تجار تحكم على روحك بتجارب غيرك باتوا نقول لك ما هو التجارب فيه تجاربين أنا التجربة اللي اغتنعت بيها أو التجارب اللي هي اتقبلتها تجارب الأشخاص اللي وصلوا لعمر معين بعد ما أمورهم زي ما قلنا المادية استقرت مثلا أنت مش هدك الوقت تفكر في الحب أنت تفكر في شريك حياتك اللي بيكمل معاك في الاستقرار باقي عمرك تفكر في الاستقرار أنا قصة الحب هو اللي ريتها العاطف يعني أنت مش مأيد فكرة زواج بعلاقة ولكن تأيد فكرة زواج صالونات أنها تختار لك مش شرط صالونات لا أنا لما نوصل للسن اللي نبي نتزوج فيه ندور على البنت اللي نبيها تكون شريكة حياتي من غير قصة العلاق في أي سنة هذا؟ أما أي عمر؟ والله بعد ما لا أي عمر هو أنا نقول ديما ما بعد؟ ديما لا مش ما بعد ديما ما بعد النضج والنضج ديما في حدود العمر اللي نفيه توا ليزيديه ثلاثة سنين ثانيات هذا هو سن النضج بعد 36 سنة تقريبا وهي وزوجتك المستقبلية كم يكون سنها يعني ما عنديش أشكالية بكل في العمر يعني أعطيني غير توافق الفكري هو وتقبل الأفكار اللي نقول فيها فعمش ما عنديش مشكلة في العمر وما عنديش مشكلة في الشاكل وما عنديش مشكلة في اللون كيلي في علاقتك أنت شن صار؟ لا ما صار شي هي علاقة كثيرة جدا علاقة كثيرة جدا ممكن قاعدة ثلاثة شهور بالكثير عرفتي ثلاثة شهور فقط لغير فهكي عرفتي فترت بشوية بشوية لما قلت روحي أنا ما نقدرش نكمل وما نقدرش نعش بنت الناس فترت تدريجيا هي فهمت وانا فهمت بكل احترام وكل يعني لي حد الآن موجودين على السوشيال ميديا مع بعضنا ما زلتوا يعني على التواصل ايه ميكي لايكاتو حركاتو شن سبب لي خلاك تاخد قرار نهائي أنك تغادر ليبيا وتستقر في دولة تانية لأن وضع البلاد غادي كاي يعني أنا ما نقدرش نعيش في مكان في حرب للأسف خلي قولوا هرب ما عنديش مشكلة عندي يقولوني هرب وعادي ما عنديش مشكلة نعيش في مكان في حرب فيها صواريخ قضي كل يوم تخطم من فوق رأسك ودم وكل يوم تسمعي طبعا أيام الحرب تقول الفترة هذي فيه نوعا من الاستقرار عرفتي لكن أنا شوية متشائم ما نحسش في الاستقرار هو حيستمر عرفتي فعشت هلبا في فترة ضغط نفسي في فترة الحرب اللي فاتت من بيش نتكلم عليها ولا نتكلم على أطراف من تحها في إنك يوميا تنوضي حوش ناس فلان فلان ينعرفوهم طاح عليهم صاروخ معتوا منهم زوز في الطريق الصور في صلاح الدين في سوق الجمعة في المدينة في جنب نفي بن عشور فأنا ما نقدرش نعيش في التخبط هو مش هنقدر نقدم لا لي نفسي ولا لي عيلتي ولا للدنيا ولا للحياة أنا ربي خالقني باش نقدم للدنيا هي مش باش نقعد لابد خايف إن توقفني بوابة في الطريق ياخدوا يفتشوا موبايلي يطلعوا لي حاجة شخصية يهددوني بيها ولا يحبسوني ولا يرفعوني ولا يتبلوا علي يعني لاش نقعد عايش في امكان عرفتي زي دار الغولة نبي نطلع نبي نعيش في امكان نستقر امكان يكون فيه امان يحترم الانسان نخدم ونعطي للدنيا نبي نعطي للدنيا يعني مش ربي يخالقني باش ناخد بس عرفتي فأنا ما نقدرش نعطي وأنا في امكان عايش خايف وفي نفس الوقت بلادي نحبها وحنولي لها لكن كاستقرار اللي ممكن أن نقدر نستقر فيها وهي في الوضع هذا فحنولي لأنيني مستحشها لأنيني بنولي لعائلتي وانتي كده مجربة الشعور هذا روايدا نحس فيك تبي تبكي توا عرفتي فنبينولي فاحنا قعدنا في تخبط عرفتي احنا سانفيني جدا بالله عليك متأسف قعدنا في تخبط لا قدرنا غاديكايا نعيش ونستريحوا ولا هنا قدرنا نعيش ونستريحوا في جانب هني قعد مفقود عرفتي في فجوة فجوة العيلة وفجوة فجوة بلادك قصدي ات تعرف الكلمة هذه روايدها مباش نزيدك قضي بجديات فان شاء الله ربي نشاء الله يا ربي يعني خلاص نبوني نرتاحو المسؤولين على المشاكل والحروب اللي صايرة في البلاد ويحسوا بالناس يحسوا بالناس اللي توقف قليل كدام طوابير هذه المصارف يحسوا بالناس اللي جاعت يحسوا بالناس اللي تحت عليها إن شاء الله يا ربي يا ربي يعني هذه أكبر هذه من أكثر الحاجات اللي نتمنى أن يكون إيد ونساعد فيها إن شاء الله ربي يقدرنا إن شاء الله بلادنا تتساوي إن شاء الله يا ربي عمل أمن والأمان على بلادنا سامخوني بلادكم ما كنت عليكم اليوم أنا محسباش أروح إيكي بندير أحسف جدا وترجع يا رب يا ليبي يا أم الزهر والحنة يا أرض الزهر والحنة ترجع بأمنك وبأمانك زي ما كنتي وأحسن يا رب هكي كملنا وفقرتنا كرسي العطيراف شو رايك تسمعنا حاج عبدو حاضر من عيوني بكتني ده بكتني بايبت دليج مصدر من عبدو ومصدر من عمدك يجب أن يكون على المكان ويجب أن يرى فقط أنك فقط أنك لديك تجنية عندما نذهب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر